لكن كنت قبل الهواء بتكلم مع حضرتك على ان احنا كنا هنا بنحصل الحفلات في مدينة العالمين وفي منطقة العالمين لكن في ايام قاية يمكن قبل افتتاح المهرجان قررت ان انتوا هتعملوا منطقة اليو ارينا بكلمنا ازاي تم التخطيط لها وتنفيذها بالمستوى ده وفاقت قياسي طبعا كان خطت الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركة المتحدة ان يكون فيه تنشيط للمدينة بالكامل وان حتى المنطقة المدينة متقسمة لمناطق منطقة الشاطئية اللي هو كله بيرتاد فيها اللي هي فيها الممشى السياحي والابراج دي اللي كان فيها الارينة اللي اتعمل فيها مهرجان العالمين الفين تلاتة وعشرين النسخة الاولى اه النسخة الاولى منه احنا دلوقتي في النسخة التانية من المهرجان عشان كل الناس كانت بتقول ان المنطقة الجنوبية مفصولة عن المنطقة الشاطئية وان المنطقة الشاطئية بس هي العالمين لا احنا عندنا كمان منطقة جنوبية ومنطقة حية ومنطقة حيوية فيها منطقة أبراج داونتاون الخمس أبراج المخطط يوصلوا لثمانين برج يعني عندنا أربع أبراج سكنية وفيه البرج الايكوني موجود كمان فالمنطقة الجنوبية بالعكس هي منطقة حية ومنطقة مميزة وأصبحت الآن اليو أرينا موجودة اليو أرينا طبعا نشاطتها جدا وبعد مركز جذب يعني اتعاملت في وقت قياسي حوالي أسبوعين تقريبا كانت اتعاملت وتنفزت اليو أرينا وتعامل باركينج كمان لخدمة الزهور لأن حتى كان فيه كانوا الناس بتشتكي من مفيش باركينج مفيش مكان بنيجي مش بلاقي مكان نركم فيه صحيح فتوفر لهم كمان باركينج كان فيه بأزمة مرارية كبيرة جدا فأعمل حفلات في مدينة العالمين هنا في المنطقة الموضوع دا تحل في مرجع العالمين عالمين 2024 بقى فيه أنشطة في اليو أرينا فيه كمان مسرح الروماني في المدينة التراثية بيقوم فيه أنشطة تانية صحيح فيه السينما فتحت في المدينة التراثية موجودة شغالة فالمدينة كلها شغالة يعني سواء على في المنطقة الشاطئية فيه الاحتفالات فيه أنشطة رياضية احتفالات رياضية بتتعمل واجتماعية كمان بتعمل فيه كيرز إيريا فيه مهرجان لما موجود وكرة شاطئية وفاليبول آآ 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 بادل ما يكونش مقتصر على فئة معينة أو كان يبقى مقتصر على الحفلات الغنائية فقط لا جميع الأنشطة الترفيهية موجودة فيه مسرحيات آآ بتتعمل آآ فيه أنشطة ترفيهية اجتماعية بتتعمل ورياضية بتتعمل آآ فيه شاطق مجاني يعني لو تكلمن عن الشاطق برضو الناس كانت بتقول إن الشاتق آآ شاطق هنا آآ آآ إن الشاطق آآ آآ شركة المتحدة خدمات الاعلامية عدمت آآ 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 طبعا ساهمت بشكل كبير شاطق آآ مجاني للسادة الزوüz آآ آآ فيه شاطق مجانة عمل دخول مجاناً لأي زائر للمدينة مش كزى ما كان بيقال إن الشاطق خاصة ومحدش وأسعارها مرتفى واسعارها مرتفعة عمل شاطئ مجاني عام لكل الناس بيقدروا يرتدوا الشاطئ ويستخدموه براحته طيب احنا كنا بنتكلم على ان هذه المدينة هي مدينة لها تنمية يعني بتقوم على التنمية المستدامة فبالتالي هي البنية التحتية لها متطورة جدا ومناسبة بشكل كبير انها فعلا تكون مدينة دكية ومدينة من مدن الجيل الرابع زي ما ذكرنا ازاي تمت يعني البنية التحتية تمت ازاي وازاي تم تنفذها على الارض الواقع مش خليني اقولك يعني مدينة تعاملين جديدة هي مدينة مدينة من مدن الجيل الرابع زي ما حررتك قلتي اللي بتقوم بانشاءة وزارة الاسكان والمرافل المكتبات العمرانية ممثلة في هاية المكتبات العمرانية واللي احنا الجهة الادارية بتاعتها جهاز من تعاملين جديدة هي مدينة مدن الجيل الرابع مدينة زكية يعني مدن الجيل الرابع في المدينة مدينة زكية مستدامة من جاتل الاتصالات كمان نعم من الاتصالات كمان الشركات والانترنت والاتصال طبعاً فيه دعم كامل وتعاون بنا وبين شركات المحمول وفيه براتوكول مع الجهاز القومي لتنظيم التصالات النترا لتوفير التقطية الكاملة لشبكات المحمول من الشركات المحمول في المدينة وبندفع نحن عندنا في المنطقة الشطائية هنا بس حوالي 17 برج محمول لتوفير التقطية الكاملة في المنطقة الجنوبية في حوالي 16 برج محمول لتوفير التقطية والاتصالات والشبكة هل تبقى كاملة والتقطية كاملة متوفرة